شاركت خمسون شركة صناعية في يوم وظيفي في منطقة لقويسمي بتنظيم جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية وذلك بهدف إتاحة 825 فرصة عمل في مختلف التخصصات ولقى اليوم الوظيفي إقبالا من الشباب الباحثين عن فرص عمل فيما رأى عدد منهم أن مثل هذه المبادرات تسهل عملية البحث عن الوظائف بخاصة لحديثي التخرج وممن لا يملكون الخبرات العملية المنظمون قالوا أن شركات صناعية أسهمت في خلق فرص عمل للشباب لإيمانها بدور القطاع الصناعي في محاربة الفقر والبطالة ودعم التشغيل طبعا القطاع الصناعي الآن بشكل كبير واضح أنه بدأ بتعافي سريع من الجائحة ومن تبعات العامين الماضيين وبدلاء الأرقام حيث الصادرات الآن إن شاء الله متوقع أن تقفز أكثر من 9 مليار دولار العام الحالي نحكي على تصدير أكثر من 140 دولة توسع في الاستثمار أكثر من 57% إلى 60% من حجم الاستثمار المسجل لدى وزارة الاستثمار هو للقطاع الصناعي فنتأمل نمو في احتياجات القطاع الصناعي من العمالة بالرغم أننا مدريات العمل ومكاتب التشغيل منتشرة في جميع محافظات المملكة إما تكون مكتب مكتمل من خلال مدريات استخدام ومكاتب تشغيل أو تكون مدرية تشغيل مستقلة ولكن تسهيلا على جميع المواطنين الأردنيين الباحثين عن العمل قمنا بقامة هذه المعارضة الوظيفية في جميع محافظة المملكة